وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري مع وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات سارة الأميري أكدت أن توقيع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية يستهدف تطوير صناعات قادرة على المنافسة العالمية لتسريع وتسهيل استثمارات الشركات في القطاعات التكاملية وأيضا توفير وظائف للشباب شراكة هاي اليوم شراكة نوعية باتحاد ثلاث دول في مجال مهم جدا لاقتصاد كل دولة القطاع الصناعي مهم جدا للتطور في القطاعات المختلفة في أي دولة والتكامل في الجهود خاصة في المنطقة يعطي بعد وأثر إيجابي في خلق الفرص الوظيفية في كل دولة موجودة اليوم في الشراكة بالإضافة إلى تنوع الزراس للإنتاج والاكتفاء المتكامل من ضمن الدول الموجودة نرحب في العمل مع زملائنا في مصر وزملائنا في الأردن في وزارة الصناعة والتكنولوجيا متقدمة لدولة الإمارات